مرحبا أعزائي الصغار اليوم سنحكي لكم عن الأسد والنملة كان يا مكان في مملكة تدعى مملكة الحيوان كان هناك أسد كبير وقوي يعيش في الغابة تهابه جميع الحيوانات في يوم ما كانت النملة تعمل فسمعت صخبا التفتت صوب الأصوات فإذا ثعلب يتقدم جيشا من الحيوانات توقف القائد وقال بصوت خشن مزعج نحن جنود سيدنا الأسد ملك هذه الأرض وقد جئنا لنأخذ حصته مما جمعتموه من طعام قالت النملة نحن تعبنا كثيرا وصبرنا طويلا لجمع مؤنتنا وخزنها ولسنا على استعداد للتخلي عنها لم يمضي وقت طويل حتى قدم الأسد وحين سمع ما قالته النملة أخذ يضحك حتى استلقى على ظهره استغلت النملة الفرصة فدخلت أذن الأسد وبرأت تدغدغه تارة وتقرصه أخرى حتى صار يتوجع وينتفض يمينا وشمالا وحين تأكدت النملة من أن الأسد تعب تعبا شديدا قالت له اسمع أيها الأسد إذا اعترفت أمام الجميع بأن مخزوننا لنا سأتركك وأنظرف لم يجد الأسد مخرجا وباتت عليه علامات الهزيمة فقبل شرط النملة صح النمل صيحة الانتصار واندهشت بقية الحيوانات لما بدر من نملة صغيرة من حيلة ترجمة نانسي قنقر